اشتركوا في القناة خليتها عليكم خلونا نبدأ بالمقادير عندي كوب ونصف دقيق ابيض الدقيق اللي استخدمته كتير حلوة عندي ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة من السكر وربع ملعقة صغيرة من الملح وحبة البركة رشاة اختيارية بس هي حلوة بحبة البركة ملعقة صغيرة حليب بودر الان كل المقادير القافة بخلطة مع بعض وببدأ اضيف الماء ماء دافي وتكون العقينة طرية تمام لازم شوفو بقلكم حاجة اني اخدته من بنات صنع بقد هدي الطريقة فهم لهم اضافات قالوا لي اذا بعمل ثلاث اكواب هم يضيفوا بيضة البعض قالوا واذا كان قالوا لي الدقيق حقيقي الطحين مش هو كتير حلو ضيفي نشاو بكنش بودر لكن اذا الطحينك نوعيته حلوة عادي ما تضيفيش هدي المكونات تكفيه اول شي اعقينيها وخلطيها كده خليها ليينة وخليها تتخمر 15 دقيقة ترتاح بعد كده بعد 15 دقيقة ارجعي ضيفي ماء وخلطيها بحتى تكون ليينة العقينة زي اللبان يعني اني فهمت قصدهم زي اللقيمات قلست اعقيني لما كده استوزي اللبان خليتها كمان ترتاح كمان قالوا لي حاجة اذا اني بعمل خميرة قليلة يعني عملت ربع ملعقة خميرة اخليها تتخمر اكتر وقت ممكن ممكن تخلوها لكن اذا عملتوا ملعقة صغيرة خميرة على هدي المقادير لا نص ساعة ربع ساعة وابدأوا عادي تتخمر بسرعة لكن اذا قللتوا الخميرة خلوها تتخمر كل ما تخمرت اكتر كل ما طلعت احلى الزلابية عرفتوا هذا يعني اللي تكلموني عليه وفعلا من قد لديدة لديدة ونفس اللي ما كنت اكله انا نشوفوا ما شاء الله بعد ما تخمرت طبعا اني خليت كده حق ساعتين بقد تتخمر بليت يدي بالماء وبدأت يعني احرك كده اقلبه بس مش اني اعقينة بس اقلبه بحيط اني شوية يعني ابعد الهواء اللي في به شوفوا ما شاء الله كيف العقينة والله ما شاء الله تبارك الله زي اللبان الان تعالوا نختبر الزيت كيف ما نقليها اول شي حطوا قطعة اذا شفتوا اني عادة ما طافتش بسرعة ما طلعتش على الوقت بسرعة يعني عادة لازم تحطوا كده القطعة شوفوا على طول تطلع يعني شوية وتطلع خلاص توطوا النار او طحاقة وتبدأوا تبلوا يدكم بالماء عشان تقدروا تمسكوا العقينة او بزيت والان تبدأوا تاخدوا كده قطعة تعملوا لفتحة كده وتبدأوا تنزلوها بالزيت شوفوا هي شوية وتطلع كيف ورجعت ابول اول ما حس العقينة تتلصق بلوه يدكم والان ترقعوا تاخدوا قطعة كده تمتوها كده وتلصقوها شوفوا كيف تلصقوها طبعا هي علمني ده طريقة وعلمني طريقة ثانية بس ما عرفت ليش بقطعة واحدة كده تدورة انا ما عرفت وبعدين كده قطعة ثانية وتلصقوها من القنب الثاني كل ما تحسوا عقينة تلصق بيدكم بلو يدكم ماء لا تخافوش الزيت هادئ النار هادئة والان كده تقوبوا قطعة وتلصقوها يعني شوفوا كيف هنا قبتلكم من قريب تشوفوا ربنا الحافظ قولوا بسم الله وبتبدأوا تشتغلوا اهم شي كده تقووا قلبكم ما تخافوش من الزيت ما بتحرقوش لا بس انو كده شوفوا كيف بول يدي بالماء بعدين اخد قطعة ومطة كده يعني كده اسحبه وبدأ لصقه زي كده من الارطراف كده على الصقه يعني كأني علقه هيدا ارتفع وبدأوا عددوله اني طبعا استخدم دي المقلة الوحيدة اللي يعرف اعرف اساوي فيها كده تكون المقلة حوافع شوية قصير وتمام تجي لي كده حبة دائرية شوفوا كيف اخليات الشعباط كيف يعني تتعلق القطعة نفس كده هي بعدين ترتفع طبعا الشكل الان مش حلو كده شكله بس بعدين شوفوا ما شاء الله لما نقلبه بتشوفوا كيف الشكل ولازم يكون يعني الشغل بسرعة بس اني مع التصوير ما كنتش قادرة يعني اني اسرع لكن لازم تكونوا بسرعة عشان ما يتحمرش اللي بالوسط والباقي الاطراف كده تكون فاتحة لا لما تكونوا سريعين كله يقع التحمير زي بعض وبتعدلوا والتحمير بعدلوا الان عادي شوفوا كيف ادوري كيف نفس كده خلاص تكون الان بقلبه بس عشان احمر الاطراف بعدين خلاص لما اكمل التشكيل العقينة خلاص ابدأ ارفع النار اخليه متوسطة وابدأ احمره عشان ما تشربش معاي زيت بس وقت التشكيل تكون هادئ النار وفي قلت لكم طريقة تانية تاخد بقطعة واحدة تلفز الحلزون كده على الزيت ما عرفت لاش تتقطع علي كانت يعني كانت تتقطع هي عادي عملته بس حسيت دي اسهل عرفتوا كيف وبس بعدين تحطوه على صفاية كده شوية تنزل الزيت مع انه الصراحة ما تشربش الزيت جدا حلوة وهدي طريقة يعني حاولت اني اصور من بعيد شوفوا كيف احط قطعة بعدين احط التانية من هنا وكده وحاول اعدل من كل الجهات مرة من اليمين مرة باليسار اشوف الجهة كيف عشان تقلي دوائر عرفتوا كيف وكمان حجم المطة لما تسحبو العقينة هي تتحكم اذا خلي رفيعا يعني رفيعا او سميكة تكون سمينة كده انتم مطوها ازيد من كده سحبوها العقينة هي تنسحب بكل سهولة ما تخافوش ابدا شوفوا اكمل الدائرة لما اكمل على المقلة كامل لما خلص الدائرة خلاص ما عاد فيش وسع ما فيش نفس خلاص اوقف اني احط بس هي تقع ايش شوفوا كيف تستوي جدا حلوة والعقينة كده مطاطية يعني لازم تبلوا يدكم بالماء عشان او بالزيت عشان ما تلصق بيدكم بس تتحمر خاص قلبوها كده ساوها كده تمام قلبوها وابدا ما تخافوش قولوا بسم الله وبتعملوا قلت زلابية هذا الشكل يعني هذا الشكل المعتاد اللي يسووني يعني التقليدي اللي اني كمان كنت ااكله شوفوه فهم يقدموا مع البرعي بس اني ما قداش اسوي البرعي لانه ما عندش الحطماء او الحطام فيه حاجة زل حقر اسود يحطوا والله مش عارف اش هو عشان يقولوا انه يخلي اللون البرعي اسود واني مش عارف يعطيها لون حلو فانتم عدلوا لي يعني اذا اني غلطانة وهنا عندي الاستحاوة كزبرة وثوم وفلفل واحد فلفل وطماطن وقبل مالح اذا انتم عندكم القبل البرعي يكون احسن رشيته شوية بس ملح لانه القبل مالح وبديت افحسه تمام كده اسحقه تمام بالمسحقة وماشاء الله هذه المسحقة اختي قبت ليها من صنعام ماشاء الله تقيلة وتعرفوا هذه المسحقة تقيلة حقر وابدأ كده يعني افحسه فحس كده بالحقر وهو على طول ينهرس شوفوا ماشاء الله كيف والصراحة بقول لكم حاجة صح الاجهزة الان الفرامات وكده مش مقصرة لكن اني ما طعمش السحاوق او الفلفل بذي الطريقة فهو ابدا ما طعموش صح صراحة واكيد كثير يأيدوه معايا هذا الرأي مرات اقدموه مع الفول انا ما قدموش مع البرعي والصراحة ومع السحاوق وناكلو كده انا احبوه مع القرقير والبقل وكده بقد انشفوني علي تقوس يعني وبس والله قدمتوه هنا عندي المفرش حطيت المفرش اليمني الرسومات اليمنية وتعالوا كده ندوق ونقول بسم الله والله انه قلد طبعا اني زوجي لو تعرفوا اش يحب يأكل الزلابية مع القبن السائل او القبن المالح يحب كده يأكل ومع السحاوق يعقبوه كمان يحب فلازم تقربوها تحياتي لبنات صنعة وتحياتي وتسلم يدكم والله يعني الله يقويكم اكلكم حلو وصفره من اجمل السفر اليمنية واتمنى اني اطقن اكلكم لانه بقد اكلكم حلو واللي عنده طريقة ثانية للزلابية اكتب لنا في التعليقات يشارك نحن عشان كلنا نستفيد ولا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم